السلام عليكم اهلا بيكو في مطبخ موني النهاردة هنعمل مع بعض غريبة العيد بتدوف في البق من غير نشويات وجميلة جدا مناسبة للكيتو دايت وكمان مناسبة لمرضة السكري المتبعين لنظام الكيتو وكمان لنظام اللو كرب والمرضة حساسية الجلوتين يلا بهنا نعملها مع بعض هنحتاج في الوصفة ديه كوب بالاكواب العيارية من مبشور جوز الهند المبشور مش الدقيق وزن مبشور جوز الهند صافي من غير الكوب 85 جرام وهنستعمل نص كوب بالاكواب العيارية من دقيق اللوز وانا هستعمل دقيق اللوز الجاهز وزنه صافي 55 جرام وكمان معايا قالب زبدة وزن القالب ده 125 جرام هناخد نصه بالزبط يعني تقريبا كده هناخد 60 جرام من الزبدة ومعايا كمان فانيليا وهحلي بسكر استفيانا وكمان هنستعمل اشطة انا هحط معلقتين كبار من الاشطة الحيواني او ممكن تستعمل وش اللبن بس انا سيبقى في التلاجة تسعى خالص علشان اضيفها على باقي المكونات في الاخر هنبدأ دلوقتي بالطريقة على طول هنجيب طبق كبير وهنحط فيه السكر انا هحط هنا معلقتين من سكر استفيانا والسكر يا جماعة بيكون حسب الرغبة تقلله او تزوده على حسب ما انتوا عايزين واخد دلوقتي نصف قالب الزبدة بالزبط يعني حوالي كده تقريبا ستين جرام وهنضيف دلوقتي كمان غطى من الفانيليا السيلة ودلوقتي بقى هنشغل المضرب القهربة على اعلى سرعة لغاية لما الزبدة والسكر يختلطوا مع بعض ولما فيش مضرب قهربة ممكن تعمله بالمضرب اليدوي ما فيش اي مشكلة في الاول كده هخلط الزبدة مع السكر بالراحة كده وبعد كده اشغل على اعلى سرعة وبعد ما اختلطوا مع بعض كويس بالشكل ده هنضيف بقى دلوقتي بقى الاضافات التانية هنضيف دلوقتي على الزبدة والسكر نصف كوب الاكواب العيارية من دقيق اللوز وكمان كوب الاكواب العيارية من مبشور جوز الهند وهنبدأ دلوقتي ناجينهم كويس كده بادينا لغاية لما يختلطوا مع بعض كويس ويعطونا قوام عجينة كده مفرولة مبتكونش متماسكة بالشكل ده كده خلاص كده انا عجنتهم مع بعض وبيكون معانا القوام بتاع العجينة بالشكل ده بتبقى مفرولة شوية كده دلوقتي بقى انا هطلع القشطة من التلاجة وهضيفها عليهم يا اما تحطوا قشطة او تحطوا كريم الطبخ انا هحط بمعيار معلقة الطعام معلقتين كبار مليانين من القشطة والقشطة هنا هي اللي هتخلي العجينة طرية وينفع ان احنا نشكلها لو ما فيش قشطة ممكن تحطوا تقريبا كده ربع كوب من كريمة الطبخ او على حسب ما العجينة هتلم معاكو ويكونوا القوام بتاعها زي اللي هتشوفوه دلوقتي بيكون معانا قوام العجينة بالشكل ده طرية وينفع ان احنا نشكلها دلوقتي بقى انا هغطي على العلبة دي ودخلها التلاجة ربع ساعة وبعد كده هتلاحها وهبدأ اشتغل فيها لازم نسيبها تسقع ربع ساعة في التلاجة متشتغلوش فيها على طول وبعد ما سبتها في التلاجة ربع ساعة هنبدأ بقى دلوقتي نشكل الغريبة شايفين بعد مساعد بقت متماسكة معانا خالص انا جبت بقى صاج الفرن وحطت عليه ورق زبدة وهبدأ دلوقتي ان انا اشكل الغريبة اعملوها احجامها صغيرة لان هي لسه حجمها هيتضاعف في الفرن هنبدأ دلوقتي نعملها بالشكل المعتاد بتاع الغريبة ان احنا نقورها بالطريقة دي كده ونحاول ان احنا نعملها كلها نفس الحجم وكمان تسيبوا بينها مسافات ما تلزقاش في بعض وهعمل دلوقتي باقي كمية الغريبة بالطريقة دي كده لغاية لما خلص الكمية كلها وبعد ما خلصت كمية العجينة كلها بالشكل ده هنبدأ بقى دلوقتي نحط على الوش كده فصدق وكمان لوز او ممكن تحطوا فصدق بس او لوز بس او حتى فول سوداني على حسب المتاح عندكم انا هحط على الوش شوية كده من اللوز وكمان الفصدق وبعد ما خلاص حطيت اللوز والفصدق على الوش بالشكل ده هندخلها بقى على فرن دافي دافي يا جماعة ما يكونش سخن قوي يكون فرن دافي على درجة حرارة مية وخمسين بتقعد في الفرن بالزبط عشرين دقيقة اه لغاية لما تتحمر معانا من تحت انا طلعتها برا الفرن عشان تشوفوا معانا كويس هي خلاص استوت بس لسه طرية خالص خالص هي اتحمرت من تحت واستوت معانا بس بتكون طرية خالص خالص دلوقتي هندخلها تاني الفرن تبرد جوه الفرن اه تاخد حرارة الفرن الداخلية لغاية لما تبرد خالص خالص ما بنشغلش عليها الفرن تاني وده شكلها بعد ما بردت معانا خالص خلاص كده هي بقت متماسكة وينفع ان احنا نحركها شايفين بقت متماسكة معانا خالص ازاي ومتحمرة وجميلة جدا وبعد ما الغريبة بردت معانا خالص بقى دلوقتي ممكن ان احنا نقدمها ونأكلها ونستمتع بأحلى طعم للغريبة انا قدمتها بطريقة بسيطة جدا احلى حاجة ليها مع كوباية شاي شايفين معانا ما شاء الله الغريبة جميلة جدا ازاي وبصراحة طعمها جميل جدا وبالدوف في البق جربوها كده وان شاء الله هتعجبكم شايفين ما شاء الله الغريبة معانا متماسكة وجميلة جدا ومستوية ازاي وكده عملنا مع بعض احلى واجمل غريبة للعيد كل سنة وحترقوا طيبين عملناها من غير دقيق من غير نشويات خالص مناسبة للكيتو دايت وكمان مناسبة لمرضة السكري المتابعين لنظام الكيتو ومناسبة لمرضة حساسية الجلوتين وكمان لللو كرب اتمنى يكون الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وترفعوا الفيديو بتعليقاتكم الحلوة وبالف هانا وعافية ترجمة نانسي قنقر